بسم الله الرحمن الرحيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سافر كذاب أجعل الآلهة إلى روها حما إن هذا لشيء أجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليهم الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يبوقوا عذاب أم عندهم خزائر رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك نهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعوذ الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكان أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فأقع عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة وائدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل للاحطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه سفدحنا بالعشي والإشراق فالطير محشورة كل له أواب وشددناه الكه وآتيناه الحكمة وفصل الفطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمى لبغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وغدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلقاء ليبني بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وفر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ذي الحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس ذي الحق ولا تتبع الهوى فيغلك عن سبيل الله إن الذين يظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقلا ذلك رم الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجاو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تواغت بالإجاب ردوها علي أطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على خرسيه جسدا ثم أناق قال رب اغفر لي ومهدي ملكا لا ينبهي لأحد من بعديه إنك أنت الوهاب فزخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين ألا بناء وغواف وآخرين مقرولين في الأصحاب هذا عطاء لا حل أو أمسك بغير حزاب وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب برجلك هذا مرتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق حياة ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الداو وإنه عندنا لمن المشطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وبالكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكنة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما يكو عبون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للقاضين لشر مآب جهنم يصرعنها فذرس المهاد هذا فليبوكوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواق هذا فوج مقتئ معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنكم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عدادا ضحفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى لن كنا نرد من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القرار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مغربون ما كان لي من علم بالملك الأعلى إذ يختصمون إن نوحى إليه إلا أنما أنا نبي نبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقروا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس استكبر أكان من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه أستكبرت أم كنت من العابين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنكي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا بكل العالمين ولتعلمن نبأه بعد الحين صاد والقرآن ضدك بل الذين كفروا في عزة وشقاك كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلا دوا ولا تعين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى روها حبا إن هذا لشيء أجاب وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق سأنزل عليهم الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري لما يبوقوا عذاب أم عندهم خزاء رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم موح وعاب وفرعه ذو الأوتاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فأق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة وائدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه سفدحنا بالعشي والإشراق فالطير محشورة كل له أواب وشددناه الكو وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمى لبغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وغدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاد وإن كثيرا من الخلقاء ليبني بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وفر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك رم الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المدقين كالفجاو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تواغت بالإجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على خرسيه جسدا ثم أناق قال رب اغفر لي وأغدي ملكا لا ينبهي لأحد من بعده إنك أنت الوهاق فزخرنا لوليح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين ألب الناء وغواف وآخرين من قررين في الأصحاب هذا عطاء لا حل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بمشبه وعذاب أرقب برجلك هذا هو كسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنه عندنا لمن المشطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وبالكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب مدكئين فيها يدعون فيها بفائنة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما كوعبون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطابين لشر مآب جهنم يصلعنها فبئس المهاد هذا فليهوكوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواد هذا فوج مقتئ معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنكم قدمتموه لما فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عدادا ضحا في النار وقالوا ما لنا لا نرى لن كنا نعود من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القرار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مغربون ما كان لي من علم بالملك الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إليه إلا أنما أنا نبي نبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقروا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه أستكبرت أم كنت من العابين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنقني إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا بكل العالمين ولتعلمن نبأه بعد الحين صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تعين مناث وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآله إله واحدا إن هذا لشيء أجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق فأنزل عليهم الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يبوقوا عذاب أم عندهم خزائم رحمة ربك العزيز الوهاد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك نهزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم موح وعاب وفرعوذ الأوتاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكان أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فأقع عقاب أصحاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه سفدحنا بالعشي والإشراق فالطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحق بيننا بالحق ولا تشقق وغدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفرنيها وعزني في الفطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاد وإن كثيرا من الخلقاء لا يبني بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وفر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيغلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك رم الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجاو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تواغت بالإجاب ردوها علي أطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناق قال رب اغفر لي ومهدي ملكا لا ينبهي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فزخرنا للريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين ألا بناء وغواف وآخرين مقرولين في الأصحاب هذا عطاء لا حل أو أمسك بغير حزاب وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب برجلك هذا وكسر بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المشطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسعرد الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكنة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما كواعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلعنها فبئس المهاد هذا فليدوكوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواد هذا فوج مقتئ معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنكم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازدوا عدابا ضخفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى لنا لن كنا نردهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القرار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مغربون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إليه إلا أنما أنا نبي نبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقروا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنك إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من النظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا بكل العالمين ولتعلمن نبأه بعد الحين دفاع متابعة أمم دفاع متابعة دفاع متابعة أمم دفاع متابعة أمم إلا بشروع